النيجيري عمر فاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة أمريكية عام 2009 يقر بذنبه في التهم الثماني الموجهة ضده والتي تشتمل على التآمر لتنفيذ عمل إرهابي واستخدام أسلحة ضمار شامل عبد المطلب الذي أقر بكافة التهم الموجهة ضده بعد أن كان قد نفاها سابقا اعتبر أن الجهاد ضد أمريكا عمل فضيل محذرا من كارثة ستحل بالولايات المتحدة إن استمرت في قتل مسلمين أبرياء وكان عبد المطلب قد حاول تفجير طائرة أمريكية أقلعت من أمستردام إلى ديترويد يوم عيد الميلاد من خلال متفجرات خبأة في ملابسه الداخلية